شخص بيقول إنه محاسب طبيعي بتعامله 32 سنة اكتشف مرض السكر لما دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية لأسبوع الماضي حاجة حديثة جدا بالصدفة ده خليه يعمل عملية اكتشف هذا المرض بدأ العلاج في المستشفى على الإنسولين رفضوا فكرة الحبوب خرج من المستشفى وراح للطبيب أو راح بقى لدكتور سكر وطلب تحليل قبل ما يغير حاجة في العلاج هو منتظر بفارغ الصبر وخايف جدا فكرة الاضطراب اللي يمكن قلناه في المقدمة عن مرض السكر يكون عندي سكر دي حاجة وكمان الاكتشاف بشكل صدفة زي ما شفنا ده برضو بيبقى مؤتر جدا دكتور نيتر هي الحالات اللي بنشوفها من اكتشاف السكر المفاجئ للمريض بنشوفها كتير وخاصة النوع التاني النوع التاني مش شرطة أبدا يدي أعراض على طول في التو واللحظة لكن ممكن الإنسان يبقى عنده سكر النوع التاني ويعيش به فترة طويلة جدا قد تصل من 18 سنوات وهو مش عارف ان عنده النوع التاني لغاية ما يكتشف بالصدفة يروح عنده دكتور عيون يروح عنده دكتور أسنان يروح عنده دكتور قلب يروح يعمل عملية جراحية يعملوله سكر سبب آخر خالص يقولوله انت عندك السكر يقول لا انا ما عندي سكر لكن يقولوله لا انت عندك السكر وانت علشان انت بالنسبة لهذا الشاب انه هو داخل يعمل عملية جراحية انت هنبتلي معاك على انسولين علشان خطوات العملية الجراحية تستدعي ان السكر بتاعك يبقى منضبط هو توتر جدا وخاف جدا قالوا لهم طبعا اخد حبوب في المستشفى قالوا لا المستشفى احنا مش بندي حبوب احنا ندي انسولين وده البروتوكول اللي معمول فيه مش في المستشفى دي بس ده جميع المستشفيات حتى الناس اللي ماشي على حبوب اول ما تخش المستشفى تعمل اي اجراحي لازم تتحول على انسولين فترة وجودها في المستشفى فيش حد بياخد حبوب في المستشفى حتى لو كانت الحبوب او هو منتظم على الحبوب والسكر كويس جدا على الحبوب يدخل المستشفى الحبوب تتلغي وياخد انسولين فترة وجوده في المستشفى كل مستشفى لها البروتوكول بتاعها اللي هو بتاع الانسولين بعد ما بيخرج الشخص بيرجع للحبوب بتاعته فده نظام معمول به في المستشفيات في هذه الحالة هو ما كانش اصلا بياخد حبوب ولا يعرف انه عنده سكر فما يقدروش هم يبدأوا معاه الحبوب بيطبقوا البروتوكول بتاع المستشفى اللي هو الانسولين فبياخد الانسولين فترة وجوده في المستشفى اربعة ايام خمس ايام اسبوع اسبوعين لغاية ما يخرج من المستشفى وبعد كده يروح للدكتور الدكتور قال اللي روح له بتاع السكر قال له ما اقدرش انا اشيل الانسولين الحالي اللي هو مزبط لك السكر الا لما اعمل التحاليل بتاعتي اللي هي اتأكد هل ده النوع التاني ولا النوع الاول هل ده النوع التاني اللي بياخد حبوب ولا النوع الاول المعتمد على الانسولين طبعا هو متراقب النتيجة بفارغ الصبر التحاليل دي بتوريني إيه التحاليل منها كفاءة البنكرياس هل هو البنكرياس بيفرز ما يكفي من الإنسولين هل الشخص عنده مقاومة إنسولين هل هناك أجسام مضادة بتشخص لي أن ده النوع الأول كل دي التحاليل دي بتتاخد في الاعتبار لما أنا أبدأ علاج السكر وعلى أساسها أنا ببدأ العلاج أحب أطمنه برضو عشان هو متخوف جدا أن النوع مدام أكتشف فجأة ده غالبا بيبقى النوع الثاني لكن النوع اللي بتيجي أعراضه فجائية وإعراض بتكون سفير أو أعراض بتبقى خطيرة وتستدعي وجوده في دخوله المستشفى ده غالبا بيبقى النوع الأول وقد يستدعي الأمر دخوله العناية لأنه ممكن يدخل بحموضة أسيتونية أو حاجة زي كده لكن النوع اللي بيكتشف فجأة لأنه فيه ناس ماشية في الشارع كتير للسكر بتاحها 400 أو 500 وأيما بقى أشغالها وبتروحه بتيجي ويروح مثلا لدكتور العيون عشان مشكلة يقول له أنت لا أنت السكر بوزلك الشبكية أنا ما عندي السكر لا السكر لأنه بقاله فترة وهو عنده السكر وهو مش جريان وبعض الأحيان بيبقى عندهم الأعراض موجودة يعني عنده إنهاك وتاع بيقول لك ده من الشغل بيروح الحمام مثلا أكتر من مرة بالليل يقول لك لأ أصلا أنا شربت مية بالليل فهو مرحلة الدينايل أو مش عايز حد يقرب ناحيته في حكاية تشخيص السكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر